أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفينجا مع أنه يجرى حاليا مراجعة منظومة المواصفات القياسية المصرية لتتواكب مع المتغيرات والمستجدات الدولية سواء للصدرات أو الوردات وأوضحت الوزيرة أن ذلك يأتي بهدف ضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك المصرية من المنتجات الرديئة غير المتابقة للمواصفات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وتشجيع الصناعات المصرية للالتزام بأحدث المواصفات القياسية جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها الوزيرة لمقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة حيث تفقدت عددا من معامل الاختبار بالهيئة وكذلك وحدات كفاءة الطاقة وتسجيل الشهادات وحماية المستهلك